بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معيكم مستر أحمد باشا وإن شاء الله نكمل مع بعض شابتر 1 جريد 3 طبعا الليسن ده ليسون 6 بعنوان كوميرشيلز كوميرشيلز اللي هي الإعلانات الدعائية يعني أنت مثلا لو عندك مصنع والمصنع ده بينتج منتج معين فأنت محتاج أنك تعمل دعاية للمنتج بتاعك يعني اتعرف الناس أنت بيبيع إيه فبتعمل لهم كوميرشيلز أو الإعلانات التجارية في الأكتيفتي ده إحنا بنتكلم مع بعض بيقول لي look at the following commercials then design your commercial of your favorite product فقعيب لي هنا إعلان طبعا لكيك واضح أن هي كيكة كاميلة جدا أنا بحب الكيك جدا أنا فكره وبيشرح لي هنا في مجموعة حاجات لازم يكون في الإعلان بتاعك إنت لو تعمل إعلان الأول بتوضح إيه هو البرودكت بتاعك إيه هو المنتج بتاعك أصلا هل أنت بتبيع مثلا تميتو هل بتبيع مثلا كيك مثلا فهنا بيبيع تشوكليت كيك it's cost 6LE اللي هو Egyptian bound يعني اللي ده كده إيه الجنيئ المصري 6 it's description الوصف بتاعه 3 small pieces 3 قطع صويرين of chocolate cake in a box use materials or use the materials إحنا استخدمنا عشان نصنع الكيك دي floor الدقيق egg milk vanilla peaking soda sugar and chocolate استخدمنا كل الحاجات دي setable 4 مناسب للبيبيس السغنانين والkids and adult والكبار sharing commercial on هنبتدي نزيع الإعلان ده في التيفي والإنترنت and newspaper تعالا بقى نعمل إعلان إحنا عن أي برودكت تاني يعني مثلا نعمل إعلان عن إيه ممكن نعمل إعلان مثلا عن إيه آآ آآ نعمل إعلان عن إيه هسيب لكم انت الفكرة دي انت هنا اعمل إعلان بتاعك ممكن يكون مثلا عن طبق عن بيتزا أوه صح كده جدا بقى ممكن نعمل إعلان عن بيتزا وتكتب هنا البيتزا والسعر بتاعها والdescription ماشي وصفها يعني بتكون كام قطعة وهنا استخدمت إيه في البيتزا دي ستاني تميتو واستخدمت سوس وكاتشب واستخدمت كده setup for مناسب لي الادلت مثلا للكبار sharing commercial on هتشارك الإعلان ده في التيفي ومسلا و on newspaper ده كان activity أو lesson بسيط جدا بيعرفنا يعني commercials ونتقابل إن شاء الله في lessons تانية كتيرة كنت معاكم مستر أحمد الباش باي باي